السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم معانا من جديد مع قناة بيتك معرنة النهاردة هنتكلم معاكم عن زي ما احنا شايفين كدا في الصورة سخان كريازي سخان غاز مش كهرباء طبعا ناس كتير دلوقتي يتوصل عندهم الغاز ومعظم الناس بيتشغالها بالغاز الطبيعي لكن برضو الجهاز بتاعنا بتاع النهاردة ممكن يشتغل بالغاز الطبيعي او يشتغل بالانبوبة زي ما هو مكتوب عليه فيه تعديلات كده شوية حصلت في السخان بتاع كريازي ده علشان كده احنا هنعرضه عليكم هو بيقول عليه دلوقتي سخان كريازي المعدن هنشوف ليه هو معدن يعني السخان ده خمسة لتر طبعا الحاجات دي اللي هي المميزات بتاعته او الامكانيات بتاعته بيقول ان فيه تشغلة القايبطارية اوتوماتيكية بيشتغل بالغاز السائل او مع منظم او بالغاز الطبيعي بيشتغل الكترونيا طبعا فيه شاشة رقمية بتباين لجدرجة الحرارة فيه مخارج دلمية السخنة وفيه هنشوف المخارج بتاعته كلها هنشوفه عمليا بعد ما تركب وهنعرف فيه كل الحاجات المفروض نعرفها طبعا هو كده بعد ما تركب والمسطورة اللي جنبه ديت اللي هي هتوصله الغاز الطبيعي طبعا ده هو حجمه صغير فبالتالي ممكن يعني في اي حتة بالنسبة لك هكون مناسب وبصراحة شكله شيك يعني حلو طبعا الشاشة الرقمية دي زي ما احنا قلنا من شوية دي اللي هتباين لك درجة الحرارة بتاعتك حاليا كام بعد كده عندك مستحين كده واحد لدرجة الحرارة وواحد للشعلة درجة الحرارة بتداء تحركيها عايزها منخفضة ولا مرتفعة والشعلة برضو عندك ادنى واقصى على حسب ما انت عايزاني في ناس تحب درجة الحرارة تبقى دايما مرتفعة طبعا الحاجات دي بتسحب منك في الغاز فلو انت مش من الناس اللي بتبقى محتاجة على طول ان تكون المية سخنة قوي مافيش داعنا ارفع درجة الحرارة قوي وارفع الشعل قوي والكرام ده طبعا بتحرك عادي زي مفتاح يمين او شمال مش لازم توسطلي لمرتفع خالص او منخفض خالص يعني ممكن تخليه في النص طيب هنشوف بعد كده هي هيكون المخارج بتاعته ازعي سخان كريازي عايز اقولكم ان هو حاليا من افضل سخانات الغاز من افضل سخانات الغاز بيكون كريازي دي المخارج بتاعته زي ما قولنا مخرج مكان لخروج المية ومكان لدخول المية طبعا هو بيكون الحكتين دول لو خدنا بالنا منهم انه هما نحاس فالنحاس بيحفظ لي على درجة حرارة المية افضل طبعا مش هحصله صدى ولا هتحصل اي مشاكل زي بعض السخانات القديمة او برضو فيه للأسف مركات لسه مش بتستخدم النحاس في السخانات بتاعتها طبعا المكان ده اللي هو دخول الغاز هوصل فيه اما المنظم بتاع الانبوبة او اللي بيوصل للغاز الطبيعي ده طبعا تشغيل واللي اقاف اون و اوف المكان ده بتاع الحجارة بيكون فيه اتنين حجارة كبيرة طب هي الحجارة دي لازمتها ايه ما هو شغال غاز الحجارة دي هي اللي بتدي الشعلة علشان اللي يبدأ يشتغل الغاز طب هو ليه بقى اسمه المعدل و كده و الزيادة اللي فيه الزيادة اللي فيه الأدابتر ايه هو بقى الأدابتر ده بيعمل ايه؟ الأدابتر ده انا بوصله بالكهرباء تمام؟ فهيشتغل استخان بدون ما يحتاج للحجارة لاني الحجارة مشكلتها ايه بتخلص بسرعة بصراحة ايه و ممكن ما تسعفكيش يا مثلا خص الحجارة و انت مش في امكانك تشتري دلوقتي دلوقتي انا معي الأدابتر ده مش ضروري ان انا نركب حجار اصلا فممكن احنا تجيب الحجارة تخليها عندك احتياطي وتشتغلي بالأدابتر ده ان تتوصليه بالكهرباء و يبقى شغال معاك تمام؟ الكهرباء قطعت او لأي سبب من ما استخدم الحجارة ده طبعا شكله من فوق و برضه هو فيه ميزة ان هو مش بيحتاج لمدخنة يبقى سخان كرياز كده اللي احنا شوفناه النهاردة عندي فيه مستين عليين خالص اول حاجة ان هو فيه الأدابتر ده عشان كده مكتوب عليه المعدل و تاني حاجة ان هو مش بيحتاج لمدخنة ده بنثوره برضه من تحتاني اللي هو فيه حتة كده جنب المخارج ده تسمعها تفريغ الهواء بيستخدمها عشان تفريغ الهواء طبعا الحاجات ده بنجيب حد متخصص يركبها و يزبط لك الدنيا لان الحاجات دي فيها مخاطر يعني ما يفعش فيها اي لعب خالص فهو بيزبط لك كل حاجة بس احنا حبينا نوريكم السخانات الجديدة بيبقى شكلها ازاي و اين ميزات اللي فيها ويعني ايه سخان كرياز المعدل و طبعا دي مركز الخدمة والصيانة 19-91 طبعا نلتزم خالص مع اي جهاز بالصيانة المخصصة دي طبعا ما فيه رقم ينبقى اي حاجة اي واطل اقدر الله اتصل بالرقم ده و حاول ان ما خليش حد منبرة يعابل في السخان بتاعي حافظه على الضمانات و على الورق بتاعه و الكلام ده كله لان الحاجات دي مهمة استعرضنا معاكم من السخان كرياز الغاز كده سريعا يارب يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه لو عجبكم عملنا لايك شيري للفيديو و شيري للقناة عشاء كل يستفيد و اي كانت معكم رانا و قناة بيتك مع رانا و مع رانا حياتك احلى اشتركوا في القناة